بالفيديو التالي هنعمل سيميوليشن أو محاكاة للكباسيتر أو المكثف الكهربائي بننقر على التجربة الخاصة بالكباسيتر اللي هي المكثف الكهربائي بداية خلينا نحكي لمحة سريعة عن شو هو المكثف الكهربائي المكثف الكهربائي هو عنصر لتخزين الطاقة الكهربائية أي أنا في حال كان عندي في مصدر للتغذية الكهربائية مثل البطارية المكثف هاد بيعمل شحن بين شحن بيخزن فيه شحنات وبيعطيه للشغلة اللي بديه مصدر تغذية في حال ما كان عنده مصدر تغذية خلينا نسقط هذا المثال على مصباح كهربائي بداية قبل ما نشوف خلينا من شو بيتكون المكثف المكثف بيتكون من سطح ناقل سطح ناقل آخر وتفصل بينهما مادة عازلة المكثف التالي نلاحظ بأن السطح الناقل أو الموصل يتكون من صفيحة مستوية هاتان الصفحتان المستويتين متوازيتين وبالتالي فينا نقول بأن المكثف هي مستوية وتفصل بينهما مادة عازلة المادة العازلة هون تختلف حسب نوع المكثف وفينا نسمي اسم المكثف بحسب المادة العازلة التي تفصل بين السطحين الناقلين وبالتالي إذا كانت هذه المادة العازلة من السيراميك فينا نقول بأن المكثف مكثف سيراميكي خلينا نشوف المحاكة بداية في عنده هون عندي الكباسيتنس اللي هي عندي السيعة الديحة تكون في عندي هون الشارج اللي هي الشحنات وعندي الستوريد انرجي منيجي بداية ملاحظ ما في عندي شحنات بهاي السطوح الناقلة وما في عندي أي طاقة مخزنة والمصباح ما له أي مصدر تغذية بالتالي ما عم بضيء إذا منيجي بناخد مصدر تغذية كهربائية اللي هو 1.5 فولت منلاحظ بأنه عم تنشحن هاي الصفاح الناقلة عم تنجذب الشحنات الموجبة نحو السطح الأول والشحنات السالبة نحو السطح الثاني فعندي هون صار لبوس موجب ولبوس آخر سالب عدد الشحنات الموجبة هون نفس عدد الشحنات السالبة هون بداية ما تم أي إضاءة للمصباح ولكن في حال تم الوصل نلاحظ بأن المصباح تم إضاءته نتيجة تفريغ الشحنات بعد ما خزنت الشحنات تفرغت بعد ما تفرغت كلها أصبحت هون عندي الستوريد انرجي عندي صفر والشارج ما في عندي أي شحنة هون وبالتالي المكثف رجع من دون أي شحنة إذا بدأ نرجع نشحنه بنرجع من وصله على مصدر التغذية الكهربائي اللي هو البطارية طيب أنا كيف فيني إلعاب بإسيعة هذا المكثف مثل ما أنا شايفين أن المكثف هو سطح مستوي إلو أبعاد بالتالي في حال زدت البعد أو هي مصاحة السطح حتزيد هاي الشحنات وبالتالي حيخزن شحنات أكتر الإنيرجي حتزيد والشارج عدد الشارج حيزيد شغلة ثانية اللي هو المسافة بين اللبوسين منلاحظ أن المادة العازلة كل ما بعدت منلاحظ بأنها تقل سعة هذا المكثف مثل ما أنا شايفين فوق طيب إذا قللت منلاحظ عم بالزيد عم بالزيد 0.60 قللت قللت 1.20 بيكو فارد أي منلاحظ بأن سعة المكثفة تتناسب مع مساحة السطح اللبوس اللي هي تتنصب طردا معه وتتناسب عكسا مع المسافة الفاصلة بين اللبوسين اللي هي المادة العازلة وهيك منشوف منكون شفنا الغاية الأساسية من المكثف الكهربائي من شو بيتكون وكيف عملية الشحن والتفريغ بتم لإله في عنا كتير أنواع للمكثفات فينا نبحث عنهم ونشوفهم وفي عنا شغلات إنه فينا نعمل سيميوليشن للمكثفة إنه لحتى أحصال على سعة معينة شو هو الفولت اللي بدي أستخدمه وكيف بتكون خطوط الحقل وإلى آخره في عني برمجيات كتير مننا مثلا برمجية ماكسويل فيك وتحاكل مكثفات منه طيب خليني شوف خطوط الحقل الكهربائي شو ما اللاحظهم في خطوط الحقل الكهربائي مثل ما أخذنا قبل أنه دائما خط الحقل الكهربائي يتجه من الشحن الموجب إلى الشحن السالب ولكن الملاحظة الأهم بأن خطوط الحقل الكهربائي هنا منتظمة في المكثف المستوي لماذا منتظمة؟ لأن الشحنات الموجب والشحنات السالبة مثل نفس العدد هون ونفس القيمة ولكن بس مختلفة بالقطبية وشغلة تانية الكومون أو الفولت هو 1.5 مثل ما هو وبالتالي رح يكون الإي أو الحقل بين هذين اللابوسين هو حقل منتظم وهيك ما نكون غطينا الأفكار الخاصة بالسيميوليشن للكباسيتر عرفنا شو الغاية الأساسية من الكباسيتر عرفنا من شو بتكون وكيف بتتم تسميته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر